تعالوا على أخبارنا لأنه عندنا النهاردة خبر مهم جدا والخبر ده فيه فقرة حصري مع شبير فبالتالي انزل يا نصر بحصري مع شبير طبعا الجميع عمالي تساءل والنغمة اللي ماشية بقالها فترة طويلة المهاجم يا أهلي المهاجم يا أهلي من كام يوم طالت قلت لكم أن الأهلي خلص موضوع المهاجم تم حسمه أو اقترب من الحسم وأنه في الأمطار الأخيرة وأنه الأهلي الأمور دلوقتي خلاص ما بقاش فيه سوزة ما بقاش فيه موليكا ما بقاش فيه الأسماء دي والأهلي رايح لسكة تانية بالفعل ما تم تداوله وتناوله خلال الساعات الأخيرة كله صحيح كله صحيح بلا استثناء موضوع عن توني مودست المهاجم اللي المفروض حينضم للنادي الأهل عايزين تعرفوا الحكاية حقولك الحكاية بس حقولها من البداية وكمان حاولوكم شوية معلومات كده قد تكون جديدة لدى البعض طبعا هم سبقوني قبل ما نتكلم الكاشف الطبي غدا في ألمانيا يبدوني فرصة يا جماعة عشان أتكلم عشان أقول اللي عندي بعد إذن حضراتكو يعني لكنه خليني بس أستنى شوية على موضوع الكاشف الطبي يقول لكم القصة بدأت إزاي وتنتهي إزاي بأمر الله سبحانه وتعالى البداية كانت عندي ياسين الميكاري اللي هو محل الأداء في النادي الأهلي هو اللي رشح هذا اللاعب لمارسل كولر كولر الحقيقة تحمسها للفكرة بشدة وحنزل لكم دلوقتي كل أرقام أنتونيا مودست على الشاشة كلها كولر تحمس لأنه ميكاري قدم معلومات كلها بالأرقام للكولر والجهاز الفني وأنه ده الورقة المفقودة اللي بيبحث عنها المدرب السويسري لأنه بيجيد التمركز داخل منطقة الجزاء بيلعب بدماغه كويس بيجيد ألعاب الهواء بشكل كويس جدا يعني طيب بعد كده بدأت القصة أنه كولر أبلغ مجلس إدارة النادي الأهلي أنه ده اللاعب اللي أنا عايزه وعايز تتعاقده مع هذا اللاعب وحكى لهم كل التفاصيل اللي جات له من ميكاري المساعد أو محل الأداء طيب بعد هذا الاختناع بدأ الكابتن محمود الخطيب إدى تكلفاته الأمير توفيق اللي عمل مجهود رائع هذا الموسم يعني خلي بالك بس من التعاقدات اللي عملها اللي عملتها إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق تعاقد مع إمام عشور تعاقد مع ريدا سليم وهو بينهي موضوع التعاقدات دلوقتي مع اللاعب أنتوني مودستيان تم التنصيق ما بين كولر وما بين أمير توفيق وقال له كمان استعين بدينو لامبرتي الوكيل اللي كان موجود معنا قال له أنه عنده خبرة وعمل اللغة حيساعدك في هذا الأمر خاصة أن عمل الوقت سريع جدا بدأوا يجسوا نبض مودست كانت المفاجأة من الرجل قال لك أنا منفتح على التفاوض وعلى الكلام بعد ما سمع ودينو لامبرتي كان ليه دور كبير جدا وأمير توفيق على فكرة أنا بكلمه جدلاته وموجود في ألماني لما حصل كلام وحوار وهات وقود ورد في الكلام فالرجل وافق على فكرة أنه يبقى لعيب في النادي الأهلي كان عنده عروض أخرى لكن قال أنا هفكر في عرض النادي الأهلي قال له الرد لازم يكون سريع مودست بالفعل وفق على الفكرة وقال أنه فكرة النادي الأهلي بالنسبة لي فكرة جيدة طب نشوف تفاصيل العقد شكله عامل إزاي هو كلاء اللعيبة تكلمه على الراتب اللي تم الاتفاق عليه اللي هو حوالي مليون ونصف مليون دولار طلب وضع بنود مالية إضافية زي مكافأة عند تسجيل عدد معامل الأهداف لو التتويج بكاس العالم للأندية التتويج بدوري أبطال إفريقيا الأهلي وافق على التفاوض وربط تفعيل الموسم الثاني وما كان أهم حاجة عندهم يبقى موسم تاني قالوا تفعيل الموسم الثاني بناء على تحقيق نسبة مشاركة محددة في الموسم الأول أنا بحكي لك بالتفصيل يعني فالمودست عنده ثقة في نفسه وقال لك أنا موافق تماما بدأت عملية صياغة العقود غادر أمير توفيق إلى ألمانيا ومعه لعقود ومعه كل حاجة ثم جاءت القصة النهائية إيه بقى الموضوع النهائي عشان تبقى حضراتك عارف متى يصبح أنتوني مودست اللاعبا غسميا في النادي الأهلي أنا بقولك المعلومات اللي هي بنسبة 100% يعني عمري مطلع هنا أما أقولك ده معلومة ما في الماء بقى معلومة ما في الماء غدا يجري أنتوني مودست الكشف الطبي في ألمانيا غدا يجري أنتوني مودست الكشف الطبي في ألمانيا وفي حالة تجاوزه الكشف الطبي في إيد أمير توفيق وجاء القاهرة على فين؟ على القاهرة مش على السعودية على القاهرة تاني أنا بقولك لاما أنا مسؤول عنه بعد إجراءة الكشف الطبي يتجاوز الكشف الطبي أو يكتاز الكشف الطبي بإذن الله مبروك يتم توقيع العقود وانهاء كل شيء ويستحبوا امير توفيق الى القاهرة ده كل موضوع مودست مع النادي الاهلي من البداية حتى النهاية ارجو ان انا كون وضحت الامر بشكل عامل ازاي في اكتهادات كتيرة جدا الحقيقة في اكتهادات منها ما هو صحيح وفي اكتهادات منها ما هو غير صحيح لكن انا بقولك المعلومة بحزفرها من اولها لاخرها عاملة ازاي ومن هنا الحقيقة من البداية لما اترك الاهلي اوقف التفاوض مع سوزة انه موليكا ده مش موجود خالص في النادي الاهلي وانه سوزة رجع كلم النادي الاهلي قال لهم طب استنوا عليها شوية طب اصبروا على شوية قال لهم احنا اوقفنا التفاوض مع النادي لو انت خلصت ببعت لنا قولنا ان انت خلصت لكن احنا اوقفنا تماما التفاوض مع النادي النادي نفسه بتاع سوزة بعت النادي الاهلي قال لهم احنا موفقين وبنحاول نقنع المدرب الاهلي اللي هم المدرب بتاعنا ليه طلبات وليه طلبات معينة وليه توقيت معين لانه الاهلي ما كانش يقدر يستمر ابدا من غير مهاجم وده انا قلته لو تفتكر ان قلت هنا ان انا بضم صوته لصوت الناس اللي تتكلم ايه اللي عايز مهاجم لان الاهلي تخلى عن او استغنى عن محمد شريف عشان جاله عرض من السعودية استغنى عن شادي حسين وبالتالي كهربا كمان عنده وقاف 6 مرات وبالتالي الاهلي في احتياج شديد جدا لمهاجم واستقروا على انتوني مودست اذا اكتاز الكشف الطبي بكرة اعرف انه لعيف في النادي الاهلي اذا حصل لا قدر الله شيء يبقى الصفقة كأن شيئا لم يكن زي ما حصل عزيزو يعقوبو اللي جيه لما اكتاز الكشف الطبي لكن كل المؤشرات بتقول انه عزيزو عفوا انه انتوني مودست سيكتاز الكشف الطبي وانه سيكون في القاهرة اما غدا او بعد غد على اكتر تأدير ويتم تقديمه من القاهرة بعد كده يسافر مع النادي الاهلي الى السعودية للمشاركة في بطولة السوبر او كأس السوبر امام نادي اتحاد العاصمة الجزائري خلينا حقيقا نقول لانه امير توفيق تعرض لهجوم شديد جدا خلال الفترة اللي فاتت الرجل شايف شغله على احسن وجه الكابتن سيد عبد الحفيز قبل الكابتن خالد بيبو الرجل كان ليه دور محترم جدا مع النادي الاهلي وانتهى لما جيه كابتن خالد بيبو مدرباته دي ميزة النادي الاهلي انه كل واحد بيسلم من بعده لا في ضغاء ولا في خلافات ولا في مشاكل مجلس ادارة النادي الاهلي رغم كل الهجوم ورغم كل كل البطولات اللي حققوها لكن تعرضوا لهجوم شديد جدا بخصوص المهاجم النهاردة بيحصل وبتخلص القصة برضو ارجع اقول لك مشترطة باكتياز انتونيا مودس الكشف الطبي اعتقد كده بنقفل هذه الرواية ونبدأ رواية اخرى عاجل ورسمي اعلن كابتن احمد شبير انتقال مودست للنادي الاهلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزي المشاهدين في كل مكان اهلا وسهلا بيكم حلقة جديدة من قناة درويش افندي طبعا الكل بتكلم على مودست كام يوم زي ما كنا طلعنا قبل كده واتكلمنا وقلنا عن المهاجم الجملي اللي بقالنا سنتين ثلاثة بقوا بنتكلم فيها وكل يوم بنتكلم فيها حتى لو الصفقة ما تمتش لسه نتكلم فيها لحد لما الانتقالات الصيفية تنتهي بان النادي الاهلي فعلا محتاج مهاجم الفترة القادمة عندنا اقاف كهرباء ست مباريات عندنا بطولة كاس افريقيا عندنا الدور السوبر الافريقي عندنا الدور المصري عندنا كاس مصري عندنا مباراة كتير جدا احنا ما عندناش غير يدوب صلاح محسن ويق كهرباء قلنا كهرباء عبد كده موقوف ست مباراة فلو الصفقة تمت ان شاء الله بازن الله هيكون فعلا مهاجم زي ما بقولوا وزي ما سمعنا وشوفنا بعض الاهداف بتاعته الكل بتكلم انه مع بروسيا دورت الموند فيه سنة يعني السنة دي فاتت ما جابش غير هدفين بس كان فيهم هدف مميز وكان هدف مع الغريم التقليدي للدور الاذماني باير ميونيخ طيب احنا النهاردة بنستنى وبنشوف هل فعلا وقع هل فعلا النادي الاهلي مقتنع به هل مضى موسم او مضى موسمين وان شاء الله في يناير النادي الاهلي قادر يجيب صفقة تانية او يستنى للانتقالات الصيفية ونشوف عقد اللاعب هيكون كام لسه الكل بتكهن والكل بتكلم وكل اجتهدات وما حدش لحد دلوقتي فاهم ايه اللي بيحصل داخل القلعة الحمراء فاحنا باستنى ونشوف ونشوف حكاية التعاقدات وهنشوف ايه اللي تم لكن يا رب يكون الفترة اللي جاية تكون يعني نعدي بقى الازمات دي كلها ونعدي كل اللي تكلم على الاعلام شفنا الاعلام كله بتكلم ازاي شفنا ابراهيم عبد الجواد طبعا خدمة فيه الكفاية من الجمهور الاهلاوي ومن الاعلام الاهلاوي انت مالك انت مالك ييجي بمليون مليون ستمية ييجي فري مالكش فيه انت اعلامي تطلع تتكلم بس في نقط معينة ما تكلمتش ليه على الزمالك ما تكلمتش ليه على سامسون وعلى ابراهيم انضاي وعلى كل الناس اللي جات ومشي دي ما عرفش الناس دي بتفضل تتكلم كلام انا مش فهم خليكم في نديكم احسن وتكلموا في اللي يخصوكو وبس ندي الزمالك فقط لغير